أهلا بيكم يارب كلكم تكونوا بخير البسبوسة هنعملها النهاردة ما فيهاش غلطة بطريقة مضمونة 100% لو حد أول مرة يجرب يعمل البسبوسة وجربها بالطريقة دي هتنجح معاه إن شاء الله وهتطلع مرملة وديبة وفي نفس الوقت متماسكة الحتة كده تطلع على بعضها حاجة كده فيه منتهج جميل ياريت لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدوسوا على الجرس على كلمة الكل عشان يوصلكم أي فيديو جديد بنزله وياريت كمان ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو ويلا بينا نبتدي ونقول بسم الله في الأول هنجيب كبتين اتنين من الكبايات المعيارية من سميد البسبوسة السايب بيساوي 400 جرام هنحط عليهم معلقتين اتنين كبار من جوز الهند الناعم وعليها نص معلقة صغيرة من البيكنج بودر رشة من الملح نص كباية من السكر وبعدين هنقلب المكونات الجفة مع بعض كلها كويس بعد كده هنضيف عليها نص كباية من السمنة السايحة تبقى بدرجة حرارة الغرفة ما تبقاش سخنة بعد ما هنضيفها هنقلب السميد مع السمنة بالراحة كده لجاية لما يتغلف كويس جدا بالسمنة ويبقى شبه الرمل المبلول يعني هنشوف دلوقتي انها هنقلب بالراحة بس لازم ان كل السميد يبقى متغطي بالسمنة كويس بعد ما هنوصل للمرحلة دي ان السميد يبقى خلاص كده مندي هنجيب معلقتين اتنين كبار من العسل النحل وممكن استبدالهم معلقتين اتنين كبار من الشربات التقيل هنضيفه وبعدين هنقلب برضو تاني كده بالراحة لجاية لما العسل يمتازك كويس مع السميد بعد ما هنتأكد ان هو امتازك كويس جدا هنجيب بقى المادة السيلة اللي عندنا اللي هي اللبن او الحليب هنجيب نص كباية من الحليب هنضيفها وبعدين في المرحلة دي بقى مش عايزين نقلب كتير علشان البسبوسة تطلع معانا مرملة وما تطلعش نشفة وعشان تشرب الشربات فيدوب تقليب من تحت الفوق زي ما احنا شايفين بنفس الطريقة دي كده ما نعجنش خالص مجرد ان احنا بنقلب بس يدوب من تحت الفوق اول ما هنلاحظ ان الحليب هيختفي نوقف التقليب هنجيب صنية الفرن مقاس 28 وممكن كمان مقاس 26 حط فيها معلقة كبيرة من السمنة ونوزعها كويس جدا في الجوانب وفي الاطراف بعد كده هنجيب البسبوسة وزي ما انتو شايفين بتبقى شبه الرملة كده ما بتبقاش سيلة خالص بعد كده هنساوي الوش بتاعها كويس بالسباتولة وبعدين بالإيد هنضغط عليها بالراحة كده لجاية لما نساوي وشها كله ونساوي الاطراف بتاعتها كويس بعد كده هندخلها فرن سخن على حرارة 200 درجة بتاخد تقريبا من 20 ل 25 دقيقة ما بتطويلش هي ما بتاخدش وقت طويل في الفرن وبنحطها بقى فرن الحرارة تبقى من فوق ومن تحت على الرافق اللي في النص أو الحرارة من تحت بس اللي جاية لما الاطراف تتحمل وبعدين بنشغل الشواية في الوقت اللي هي فيه في الفرن هنحضر الشربات كوباية ونص من السكر على كوبايتين اتنين من المياه بنحتاج إلى شربات خفيف وسخت بعد ما هنحط كوباية ونص من السكر على كوبايتين اتنين من المياه هنحط عليهم معلقة كبيرة من عصير اللمون أو عصرة نص اللمونة وبعدين هنحطها على النار لجاية لما تجلي وهنسبها تغلي لمدة تقريبا 4 إلى 5 دقائق أول ما هنرفعها من على النار هنحط فيها باكو من الفانيليا ومعلاقة كبيرة من السمنة هنقلبها وهي سخنة كده لغاية لما السمنة تدوب في الشربات أول ما البسبوسة هتطلع من الفرن وهي سخنة هنحط عليها الشربات السخت وبعدين هنغطيها لمدة تقريبا 4 أو 5 دقائق لغاية لما تتشرب الشربات وبعدين نشيل الغطاء وسبها لغاية لما تبرد ونقطعها ونقدمها حاجة فيه منتهى 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 الجمال يا رب يكون عجبكم الفيديو وأقول لكم بقى مع السلامة واشوفكم إن شاء الله المرة الجاية